بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموعوث رحمة مهدا يا سادة يوم السبت يوم السعادة يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم كل حد جاي مقبل على الباب السعادة الواسع اللي هو بيسمى اصطلاحا باب الجواز باب الجواز ده هو باب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أزن به للعباد مش باب السعادة الوحيد لكن باب السعادة الأهم في حياة الناس لأن الزواج هو العلاقة الأكمل في حياة الناس الباب ده بيحتاج إلى اهتمام وعشان كده احنا مهتمين بأصحاب هذا الباب سواء اللي بيقبلوا على هذا الباب أو سواء اللي عايشين وعايزين يجددوا حياتهم في هذا الباب ولذلك مستمين حلقات يوم السبت وحلقات الدعم وحلقات المسندة للمقبلين على الزواج وكمان المتزوجين عشان يوصلوا إلى السعادة ويحققوها ويعرفوا أن هي حقيقة ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى بخصص لهم حلقات أصحاب السعادة اللي بنتكلم عنها يوم السبت النهاردة النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا وإحنا في ظل الكلام عن المهارات الزواج المهارات الزواجية إحنا عندنا مصطلح إنشأناه في هذا البرنامج ومهتمين بجدا المهارات الزواجية وكلمنا عن جملة حزمة من المهارات تتعلق بحزمة الاهتمام بشريك الحياة الاهتمام الزواجي مهارات كتيرة جدا جدا ومن أهم المهارات اللي إحنا عايزين نهتم بيها هنا مهارة مهمة جدا جدا وبتعزز الحب والتفاهم بين شركاء الحياة ما بين الزوج والزوجة وبتشعرهم بإنهم مهمين جدا جدا في حيات شرك حياته إيه هي؟ إنهم يتم دعمهم ودعم تطويرهم في الحياة مهارة مهمة جدا 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 إنه دعم تنمية وتطوير شرك الحياة ليه؟ لإن شرك الحياة بيحس إنه هو حاجة مهمة عند شرك حياته ومساعات بيشعر إنه هو في حالة أمان وبيشعر بإن المحبة بتزداد وبيحس إن في حد دايما في ظهره إن في حد دايما بياخد بإيده بيحس إنه هو مش معرض لخطر وعشان كده ده جزء من مفهوم المواد والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها أهونا بقى لما حد يحس إنه هو في حد بيسعى إنه دايما يبقى أحسن دايما يبقى متطور يحس إنه في سكينة وكمان ويجعل بينكم موادة ورحمة هو إيه حاجة ممكن تحسسك بإنك أنت في موادة ورحمة بين حد تاني قدم هو يكون حريص على إنك أنت تبقى أحسن دايما إحنا بنعبر عن حبنا لأولادنا بإن إحنا نحس إن إحنا دايما حريصين على إنهم يكونوا أحسن مننا فيكون دا والتعبير وولادنا لما بيشوفوا ذلك بيقررنا بالحب كذلك مع شريك الحياة بس أنا لما جبت مسألة الأولاد هنا قلت حاجة مهمة جدا جدا إحنا عندنا خطأ كبير لازم نبينه إنه ما فيش زوجة تتجاوز زوجها عشان تغيره ولا فيه زوج يتجاوز زوجته عشان يربيها لكن الاتنين بيتجاوزوا بعض عشان يعيشوا مع بعض وأهم ما من معاني العيش يخلي الزوج مش محتاج يربي زوجته ويخلي الزوجة مش محتاجة تغير زوجها يعني غزبا عنه إنهما كل واحد فيهم يدعم تطوير التاني ويساعدوا على التنمية وعشان كده من مجالات التطوير والتنمية مجالات تطوير وتنمية كتيرة زي التطوير العام العلمي إن الواحد ياخد درجة علمية بعد ما كانش واخدها التطوير المهني إنه يتعلم شوية أشياء ومهرات وسوفت سكيلز في عمله وبعدين يتعلم كمان التطوير الحياتي إنه يتطور حياتيا بإن علاقاته تتحسن وهو يبقى كذلك أحسن مع الناس والتطوير الصحي إنه يهتم بصحته يهتم بالرياضة ينتظم في العلاق كل دوات مهم جدا 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 وكمان التطوير الديني إن الحد يحس إن فيه حد بياخده لقدامه خلينا أقول لكم حاجة من أهم الحاجات اللي فيه بعض البنات بتتجاوز بيها في الوقت ده وطول الوقت إنها تتجاوز تقول أنا عايزة تتجاوز حد ياخد بإيدي الربنا وهو كمان ساعات بكتير قوي 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 بيحس إنه هو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا فيحتاج إن حد يتجاوزه إيه ده؟ يعني أصبح التطوير أحد أهداف كتير من الناس اللي بيتجاوزه وعشان كده دي مهارة مهمة جدا جدا ما ينفعش ياخله منها زوج وزوجة لما زوجة بتدعم زوجها إنه هو يتطور ويحس من نفسه ويتعلم علوم جديدة تخليه أفضل في عمله بيحس ويكون ناجح في شغله هو بيحس بإن زوجته قيمة إضافية في حياته والزوجة لما بتحس إنه جزء بيعينها على إنه يتنمي قدراتها ومهاراتها ويشجعها هي ما بتحسش إنه هي أدالي المتعة بس هي بتحس إنه هي امرأة كاملة الكلام ده مهم جدا إنه الزوجات والأزواج يعرفوه هو بيحس إنه هو بالنسبة لها قيمة إضافية وهو البطل بتاعها إيه ده؟ بس ده هي بتنمي فمفروض يحس إنه العكس لا لا هو بيحس إنه هو البطل بتاعها لإنه هي بيحس إنه دايما عايزاه يبقى مال يعنيها وهو لما تعمل كده معها هيتحس إنه هي امرأة كاملة وكلنا عارفين إنه أكبر مثال لدعم الزوج هي ستنا خديجة رمز ستنا خديجة الجبرة عليها السلام النور والبركة النموذج الأكمل للحب وإزاي ما نحبهاش كل هذا الحب وحضرة النبي كان جعلها هو النموذج أتم للمرأة ليه يا رسول الله؟ كان بيبين إن هي أملت به حين كذبه الناس وسندته مش بس سندته ده من قبل البعثة وهي كمان أمنته على مالها وخلته يدير أموالها ويدير تجارتها مش بس عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمين لكن هي حسة بإنه هو أكبر بكتير جدا جدا من كل الناس اللي حواليه فهو لازم تتعامل هذا الإحساس هو اللي بيوصل للزوج وربنا سبحانه وتعالى أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة وعشان كده السيدة عائشة كانت حاجة تانية بقت هي أكثر رواة الحديث بس هي مش كانتش ممكن تبقى أكثر رواة الحديث من غير تشجيع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأ حديث اللي رؤيت في مسألة الحميراء حديث مش صحيحة لكن تعالوا نشوف الصحابة كانوا بيقولها هي عن السيدة عائشة سيدنا أبو موسى الأشعاري بيقول عن السيدة عائشة ما أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حديث قط فسألنا عائشة رضي الله عنه إلا وجدنا عندها علم منهم حديث ده رواه الترميزي وهو حديث حسن صحيح اللي حاصل يا سيدة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعم السيدة عائشة ويقدم لنا موذج في دعم الزوج ويظل قصة سيدنا ستنا السيدة نفيسة عند المصريين وإزاي زوجها سمح لها بأنها تفتح الأفاق للتعليم العلماء وللتواصل مع العلماء وإعطاء الإجازة وكمان فتح الباب ويظل ما حدث مع الإمام الشافعي وإزاي الإمام الشافعي كان فيه مدرسات طويلة بينه بين السيدة نفيسة وإزاي والي مصر خصص لها أيام عشان العلماء ينهلوا من علمها وكمان يتدرسوا مع العلم شفنا أزواج كتيرة وشفنا زوجات كثر إيه اللي حاصل دعموا أزواجهم وكانوا بيحملوا عنهم بعض المهام الأسرية تقولوا خلاص أنا هقوم بموضوع الأولاد ده عشان هو مجهول بحاجة تانية في تنمية قدراته العلمية أو في تنمية قدراته المهنية ويخففوا عنهم وما يشعرواش بالتقصير على فكرة أنا شايل عنك وشايل عنك لا 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 خالص لأنه بيعززوا بيعزروهم وبيعززوا كمان مستقبلهم ويسعى وأنه هو بيسعى إلى أنه هو يوسع مارده وكذلك الزوجة لازم الكلام ده يكون واضح بس لازم نكون نعرف أنه فيه نظام فيه محاذير لازم تكون وإيه إحنا بندعم الشرك حيات ولازم في نفس الوقت فيه بروسس فيه نظام المحذور الأول ما ينفعش وحد بيحاول يطور شريك حياته يستخدم الانتقاد المؤذي أو يستخدم الملامة أو يستخدم الشكوى ده ما بيتطورش فيه ناس كتيرة فيه أزواج كتير بيظنوا أنه هو كده يعني الزوج اللي يقعد يتكلم على أنا آسف يعني على وزن زوجته هو في الحقيقة مش هيساعدها أن هي تتطور وأن هي تحسن من اهتمامها بشكلها وإهتمامها بقونستها هو في الحقيقة عايزيها كتير لكن لو هو لو عايز تطورها يتكلم بطريقة تانية خالص يتكلم عن إيه يتكلم عن الجمال ويتكلم عن الصحة ويتكلم على أن هي طول عمرها جميلة وأن هي لو عملت كده هيكون أحسن هو ده الأسلوب الصحية وهي كمان أنا آسف يعني ما تقولوش إيه الكرش اللي عندك ده أو الكلام ده كله وكلام ده ما ينفعش لكن هي تيجي تقوله إيه الكلام عن صحته إن هو في الحقيقة فيه حاجات كتيرة عاد تدخل السنور على قلبه وزي لو هو لو مارس الرياضة هتخفف عنك الطبوت وتساعدك أن أنت في حياتك تبقى أحسن هو ده الكلام ونزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى كان بيسابق السيدة عائشة قالها هذه بتلك رأوا هي اللي قالت إن هي سقوا للأحمة بس حضرت النبي ما تكلمش عنها خالص حضرت النبي ما تكلمش عنها خالص لكن هي حسب نفسها وكأنها بتقول شوف حضرت النبي مع كوني كذا 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 إذن لازم نعرف إن تطوير شرك الحياة مش هيجي لا بالشكوى ولا باللوم ولا بالانتقاد لكن هيجي بإيه بالبروسيس اللي أنا أقول لكم عليه أربع حاجات لازم تكون موجودة ونظام كده اللي عايز يطور شرك حياته لازم يعمل النظام ده أول حاجة لازم يعمل فيها إنه هو يولد الاهتمام بالشيء اللي يطور فيه شرك حياته لازم يولد عنده الاهتمام يعني يولد عنده الاهتمام بإيه بإنه يتكلم معاه عن الموضوع ده ويتكلم وقد إيه بيساهع دي الناس ممكن له هو شخص عنده علاقة بالمعرفة ويممكن نتكلم عن الأبحاث العلمية اللي في الموضوع ده ممكن نتكلم إن فيه حد عمل ده وساعده جدا جدا على تحقيق النجاح لازم يتولد أو يولد في شريك حياته وفي شريكة حياته الاهتمام بالموضوع يبقى أول حاجة إنشاء الاهتمام ثم التحفيز والهمة توليد الهمة يبقى إنشاء الاهتمام لإن فيه ناس كتير ما بتهتمش يقول ليه ما إحنا كده كويسين لأ كده كويسين إيه بس أنا شايفة إن فيك قدرات مركزية أنا شايفة إن أنت بتقدر تدرب ما تروح تدرب طيب أنا شايفة والله إن أنت عندك حاجة عندك تلنت عندك حاجة حلوة وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه يحسن الحسن يبقى إحنا عايزين نفهم إن الأساس في تطوير شريك الحياة إن أنت تساعده على إنه يخرج أحسن ما فيه فالزوجة تساعد زوجها على إنه يخرج أحسن ما فيها أحسن ما فيه وهي تساعد وهو يساعد على إنه يتخرج أحسن ما فيها إزاي بقى أول حاجة النظام ده هو النظام أساسي في مسألة تطوير شريك الحياة لما تلاقيه كان بيتمنى إنه يعمل حاجة ومش يلاقي وقت تقول له لا 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 ده مهم جدا يلا بس إن وإن وإن ده مهم جدا عشان كده وكده وكده يقول لها أنت شايفة كده آه بعد كده تساعده ده ما تلاحقوش لكن تقول له طيب ما تعمل كده وتعمل كده أنا شايفة أنه ده كان مهم جدا جدا لك في العمل يلا توكل على الله ما تخليش حاجة حقوقك أنت الكلام ده هايخليك أحسن في مركزك هايخليك أحسن في عملك وهو ده ولزاك السيدة السيدة خدية قالت حاضر النبي والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحيم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل فإيه اللي حصل فحاضر النبي قال لقد وستني بمالها حين منعني الناس وقال لقد صدقتني حين كذبني الناس بأول حاجة إيه اللي حصل بيان الاهتمام يعني إنشاء الاهتمام تاني حاجة توليد الهمة ده شيء مهم جدا سموا بعد ذلك إن احنا نقسم التطوير إلى مهمة يبقى إيه اللي حصل التأكيد على يداء المهمة يبقى عندنا الاهتمام ثم الهمة ثم تحويل التطوير إلى مهمة التأكيد على تحويل التطوير إلى مهمة رابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا جدا بيان الأهمية ومبيان الإنجاز أربع حاجات لازم نعملهم يبقى أول حاجة نعمل إيه بإنشاء الاهتمام آه ده حاجة مهمة جدا بعد كده نعمل إيه بعد من ننشئ الاهتمام توليد الهمة توليد الهمة يكون بإيه والله الأمر يبقى سهل والله ما ياخد منك كل الحكاية ستوشر بس الكرسي ده مش ياخد منك وقتك طويل مش هي صدقني ما هيحصل حاجة والله لن يخزيك الله أبدا يا سلام على الجمال يلا فإيه اللي حاصل وبعد كده إيه اللي حاصل تحويل المسائل إلى إيه إلى مهمة فسيدة خديجة راحت واخد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت به على ورقة ابن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك يا سلام فعلى طول عام حولنا إيه إلى إنجاز المهمة فكلموا فورقة ابن نوفل راح مكلموا على المستقبل إيه شي يكون فيه إن مستقبل فيه حاجة مهمة جدا جدا بعد آخر حاجة بقى إيه اللي حاصل بعد ما نحول الكلام ده إلى مهمات وننفذه تنفيذ المهمة المساعدة في تنفيذ المهمة آخر حاجة التأكيد على الإنجاز والأهمية لازم هي تأكد الله أكبر شوف كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إحنا أحسن كده إنت أحسن كده إنت أحسن كده اللي إنت بتعمليه ده أنا حاسس إنه خلاكي مرتاحة أكتر خلاكي سعيدة أكتر الكلام ده هو اللي ممكن يعمله الناس خلي بالكم إن الكلام ده ينفع يتعمل في الجوزء المهني وينفع يتعمل في الجوزء الديني ما ينفعش كمان إن إحنا واحدة من عايزين لساعة حد إنه هو يتحسن في الجوزء الديني إن إحنا نبقى قلقانين جداً 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 على إن إحنا البيت ما نمزوع منه والبركة لكن نقول البيت هيتميلي بركة لو إن إحنا عملنا الخير ده لو إن إحنا واظبنا على الصلاة لو إن احنا عملنا العمل الصالح ده لو إن احنا تصدقنا ده بيحسس الزوج إنه يعمل كده يبقى إنشاء الاهتمام توليد الهمة المساعدة في تنفيذ المهمة التأكيد على الإنجاز والأهمية ده البروستس اللي ممكن نعمله ودي المهارة دي المهارة اللي ممكن تكون عندنا طب نعمل إيه بقى عشان ده يساعدنا شويتين ثلاثة نعندنا شوية إجراءات ممكن تساعدنا في ده أول إجراء لازم نعمله إن احنا لازم نعد بشكل دائم مع بعض عشان نتكلم عن الاهتمامات بتاعت كل واحد فينا وأمانيه وأهدافه وده شيء مهم جدا لازم نعمله لازم نعمله ولو تلت مرات في الأسبوع ده شيء مهم جدا بعد كده كمان احنا محتاجين نعمل قعدة أسبوعية قعدة أسبوعية نتكلم فيها إيه؟ عن كل ما أنجزها وكل واحد فينا في الأسبوع ونتكلم عن أمور جديدة محتاجين نتعلمها ومحتاجين كمان نطور نفسنا فيها يبقى نتكلم ثلاث مرات في الأسبوع عن أحلامنا ونجددها ودوة جزء من تحفيز الذات عشان نتطور ونقض في كل أسبوع مع بعض عشان نتكلم عن إيه الإنجاز اللي عملناه وإزاي الإنجاز اللي عملناه دوة خلى حياتنا أيسر وخلى حالاتنا أحسن بعد كده كمان لازم نساعد بعض فنقسم المهام بين الزوجين وشريك الحياة يتحمل شوية في الأوقات اللي فيها بيطور شريك حياته نفسه فيتحمل فيها شوية وهو دوة نوع من أنواع الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم حاجة الرابعة أن كل واحد فينا يحرص على ممارسة بعض العبادات مع شريك حياته سواء الصلوات أو النوافل أو الصدقات أو أي عمل من أعمال التطوعين ده حيخليهم مع بعض دايما خامس حاجة لازم نعمل مع بعض مشاركة بأن احنا نعيش مع بعض جزء من حياتنا عشان الأوقات البسيطة دي سواء أوقات التمشيه أو أوقات عمل الأشياء اللطيفة المبهجة في حياتنا بتبقى أوقات مهمة جدا جدا في تعمنا وأوقات مهمة جدا جدا في تحسين اهتمامنا وتحسين همتنا احنا لازم يا سادة نبقى عارفين أن الاهتمام بتطوير شركة الحياة ومساعدة شركة الحياة على تنمية قدراته وتنمية مهاراته في كل المجالات وخاصة المجالات الخامسة اللي احنا اتكلمنا عنها سواء كان مجال الحياة أو مجال العلم أو مكان أو مجال العمل أو مجال الأسرة أو مجال حكمان الدين كل ده مهم جدا جدا وبيزيد الروابط وبيخلوا الناس أكتر سعادة وأكتر إقبالا على الله بعد الفاصل يا سادة أنلتقى بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم من باركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل